بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام السلام عليكم ورحمته وبركاته واروح أما بعد حول الله وبعجالة وبتوقيق من الله سننظر في بعض أسرار آيات الورد في سورة هود عليه السلام فيما يخص بعض جزء من قصة صيدنا شعيب عليه السلام قالوا يا شعيب بعدما قالوا يا قوم يجري ما نكون شكاقي شكاقي واستخدر ربكم قالوا يا شعيب شوف ما أقل فهمه وما أسوأ وقعته قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول يعني شوف بينوا وقشوا عن جهلهم المطبق وهذا شيء هذا كلام هذا يشرفهم قالوا وهذا من منطق أغلب الشعوب مع المصلحين فيهم هذا هو ضيدا هل فتجارا فلك الحمد لله إله واحد سيحاسبهم حسابا عسيرا ولكن حسابا فتجارا عادلا وسيطعم الثمن ولكن ربما مقردين في النار قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإما لنا راك قينا ضعيفا نشوف المعيار الآخر المعيار الضغط وقوة عندهم العدد ولا عندهم العدى ولا مكانهم الاجتماعية يصدقون يترون أهل الفضل ومقبلهم ومقبلهم ورؤساهم وإذا الضاطل نحن نعود دائما فرسيد بيتر قالوا إنسان قال كلما سقف الإنسان من حيث القيام والكفاءات كلما رفعوه إلى العلا في هرم الصد والشهر واستخبروا قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإن لنا راك شو ولدك أن المصحب شهادة حقية لابد أن تقبلوا لا سبيل رفضها وإن لنا راك فينا ضعيفا ولولا رهتك شو الجب الكبير سوف يفرحوا فما فضايح طبيعة الجهل وطبيعة الوقاعة وطبيعة الجبن والمؤامرات وهل المجهد ولولا رهتك لا رجبناك شوف محلى سلوك يعني الإنسان يجي يوريهم الحقيقة وبينيهم المصلحة فإذا بيردوا عليه هرد الحسن هرد يعني لا يليقوا بالعقل بس أنا نزيل فيدك وانت تسيلي لأنك أنت مستعلي علي وانا ما أكفهم شي عنه يعني كانك يجبك شي كأنه لا عنده حكمة ولا عنده رائحة الحق ولا عنده النور الذي يشع منه هذا يقول لك ما يهمكمش لكن الله يفتح بيننا وبينكم الحق قالوا يا شعيب ما نفقوا كثيرا منا تقول وإنا لنا راك فينا ضعيفا ولولا رهتك أي جماعتك المقربون ولولا رهتك لا رجبناك لعله يرخ قولا يصيبوني وحاجتي كما قلقلت أو ما حاجتي بعد ما فهم ولولا رهتك لهذا الأنبياء عليه السلام لا يمنوش هذا لأنه مناع على الرسالة ورب ما يختار ولبا رسالته إلا في منهم يستحقها والحمد لله ولعبت في الدين القوين قالوا يا شعيب ما نفقوا كثيرا مما تقول وإنا لنا راك فينا ضعيفا ولولا رهتك لا رجبناك وما أنت علينا بعزي يعني سلموه من كل القيمة اللي يؤرد ميز بها عندهم لا هو بشر ولا هو صاحب عقل ولا هو صاحب أمانة ولا هو مهل الرسالة وشوف بعد مهل الله يدير كثير كثير من الترايات والظلمات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته